رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك انت يا برج العذراء وبعدين طاقة الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل او شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية او شو بتحس فيه حاليا فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير او عم تحلم حتى بهالشخص او عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون ايضا احلام فعلية يعني احلام حقيقية مش فقط احلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك فيه احلامك ايضا الكروت اللي طلايت عندي هون الفارس والبيد والكينغ ايضا طاقتك عم شوف ترابيه كتير اغلب الطاقة اللي عندك يعني انت بطاقتك انت حاليا حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص او تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية ايضا وضعك تحسن او وضعك متحسن من الناحية المادية لانه عندك كينغونايت وفينتقلز يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم او وضعك يعني فيه تحسن ايضا مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف انه الوضع بينكم ايضا فيه تحسن ممكن فيه اختيار معين بدك تختاره او انت واقف بالتاريق بدك تختار بين شيئين او بين شخصين او توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك و بين هالشخص مارا الشخص اللي عم بتتعامل معه انت بتحس انت بتحب الشخص بمعنى انه بتحس انه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم بتتعامل معه ولكن فيه بينكم شوي جدالات او شوي حدة بالمناقشات فيه شوي او ملامسات بينك و بين هالشخص ولكن انت بتشوف الشخص اللي عم بتتعامل معه او بتعتبره رفيق درب وايضا من الناحية العاطفية راضي كتير عن عن مواصفات هالشخص او بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته وبتحب كاريزمته وايضا متل ما حكينا ممكن بالفعل انت عم هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك وحتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريكة وطاقة الحبيب مش كتير منيح هالشخص عم يحس بفراغ من جوا فيه اشي بحيات هالشخص عم يحس انه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه او الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف ايضا انه هو ما اعترف لك او ما حكى لك بهالاشي يعني اغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها للك هالشخص بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة ايضا ممكن يكون هالشخص مخبي عنك انه الامور بحياته خارج العلاقة بينكم بحياته العملية او حياته العائلية او حياته العامة عم تكون مش مش مزبوطة فيها فيها لخطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر هالشخص بشبتة كتير عالي فممكن في بعض الاساسات بحياته هالشخص حاليا مهزوزة او غير مستقرة وممكن ايضا نسبي عالي يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيدا عن العلاقة ايضا ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص ممكن هو عم يحس بفجوة او فراغ بالعلاقة اللي بينكم اللي مش عم يحكي معك لانه في عنده ترانسفورميشنز او في عنده تحولات ولكن اغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الناحية العاطفية او بما يخص مشاعر هالشخص فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حاليا مش مبسوط هو بصراحة عم شوف انت راضي اكتر او انت مقتلق اكتر بيوضعك اكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي منش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني او شو ممكن يكون السبب الخلاف بينكم او احد من اسبب الخلافات بينكم في طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس برفض حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لانه عم شوف انه فيه فيه كتب للمشاعر ما مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عم شوف بينكم كتير عالي وهيدا ممكن يكون او فيه بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون اه ولد الغيرة بينكم او ممكن هالشخص او انت لانه هاي الطاقة مشتركة عم اه الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لانه الوضع بينكم عم شوف اه عفوي او ما فيه الو طريق او نمط او معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص انت وهو مش بي علاقة جدية فصعب عليك انه انت اه تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره او شو اللي بيحس فيه بينكم اه الطاقة المائية عم شوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض سول ميت لانه عندك two of cups فانت وايضا عندك the lovers هون ففيه طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر اه وكأنه سول ميت وكأنه رفيق الدرب ايضا اه ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من اساب المشاكل بينكم انه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه اه خط معين تمشوا عليه يعني انت وهو بعلاقة ولكن اه ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهيدا ممكن يكون اكثر على احد من الاطراف انه ما فيه اه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من النحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف انت بالمستقبل لعم فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص وعم تحس انك لانه انترابمنت هال هالمرأة هالكرت ما يعادل او ما يوازي ناينوف سوعد يعني انت عم تحس بالسجن شوي عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور او مال ماضي عم تحس انك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافي الحلو به هاد انه الكرت طلع عندك هون مقلوب ثري اوف سوردز عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف او جرح بالمشاعر ولكن مع انه الدك عندي ما فيه كرت معلوبة الى انه الكرت ايجاك معلوب وبس يجي معلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري اوف سوردز او بيرمز على انك تطالع من جرح معين او طالع من حالة حزن معينة او راح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراءة عكسية لو انت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر طبيعة العلاقة بينكم الى انه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها انك مظلوم من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او كونكشن او تواصل ما زبط مع شخص ايضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل او راح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة اشخاص ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة لانه في كتير من العروض اللي راح تجيك نواياها مش راح تكون صادقة وعم شوف انت مركز اكتر يعني انه انت بدك عادل بالموضوع بالمستقبل في خطواتك المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل فاغلب العروض هاي عم شوف انه مش راح تستهويك او مش راح تعجبك يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون راح تستمر لفترة كمان لو قدام اه شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلف من شخص الاخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالية وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون الكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس في حزن عم يحس انه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروح كتير ايضا ايضا بده عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لانه عنده اس يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود ايضا سواء كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين الى انه مش رح يعبر عن هالاشي يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر يقولك عن طبيعة مشاعره بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى او في عندك حوالينك اشخاص اخرى هو ماخد موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسه انه بالعاقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفيا عم يحس بصراع جوه حاله لانه بيكن المشاعر لالك ولكن بنفس الوقت بيحس انه بموقف مش عم يسمح له انه يعبر نشوف له بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة او حبيب قديم لانه عم شوف انه انت في عندك علود هون وفي عندك ايضا ردة نفسي فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا اكس قديم عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمح له يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له انه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالشي خايف من الرفض ايضا لانه عندك هون ريجيكشن فعالشخص خايف انه بس يعبر او اذا ايجا حكى معك خايف من انه ينرفض او انت ترفض عرض الحب تابعه لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم او بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط بموقف تتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون انت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراعات لانه تنتيشن عندكم تنتيشن ترمز الى اغراعات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشيه اللي اللي بتفيدك والاشيه اللي مش رح تفيدك لانه من اغلب العروض اللي رح تجيك وممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون ايشي مش رح تفيدك او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعمشوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيعلاقة مع بعض حاليا ولكن الامر مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز فيه ناس ايضا بدها تخرب بينكم لانه تيمتيشنز فممكن فيه اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكتشن بينكم لانه عمشوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة عمشوف او عمشوف او خيانة او عمشوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم والفعل الفعل البعض منكم اللي بيعلاقة حاليا بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك او اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيها ايضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك نايتوف وونس في عندك ناينوف وينتقص في اه بدك ما تركز على الامور اللي راحت لانه عمشوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتياف في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لانه اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففيه طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي تفهمت علي؟ ممكن تكون ايضا خسارة بينكم مادية صارت او خسارة من نوع من بالعلاقة بمعنى انه عم تحس انه ففيه فرصة بينك وبين هالشخص ضعت ولكن البعض منكم لانه عندك ففيه تحرك بينك وبين هالشخص فيه فيه طرف راح يتقرب الى الشخص الاخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة